السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا مرة أخرى كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وجمعتكم مباركة الله يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال اليوم نحضر معكم أسهل حلوات وزتي ممكن تحضرها لشرب الشاي أو لضيوف الغفلة كتتحضر في عشر دقائق كاجي من أروع ما يكون لديدة بالساف وكتدوب في اليد قبل الفم مكونات ليهما بساطين ساهلة في تحضير بدون زبدة وبدون دقيق أبيض صراحة كتجي لديدة بزاف مكوناتها بساطين كنتمنى تجربوها إن شاء الله رغتنا الإعجاب للكم مدقها أرائع جدا وقبل ما نبدأ أخواتي كنتمنى تخليوا ليعجاب للفيديو جزاكم الله خيرا وعلى بركة الله غنبدأوا في الطريقة مع ذكر المقادير في نفس الوقت فبسم الله كناخدوا هنا كنديروا فيه جوج بيضات للأحسن يكونوا بحرارة المطبخ كنضيف لهم كأس إلا ربع من السكر حبيبات وقبيصة ديال الملح كننخلط الكل بالفوي أو بالطرى باليداوي حتى كيدوبوا ليه حبيبات السكر ثم من بعد كنضيف نصف كأس من زيت النباتية وكنستمر في الخلط رهها حلوة اللي سهلة مكوناتها بساطة موجودة في كل بيت من بعد ما خلط المكونات هنا يغنضيف الفلون بنكهات الكاراميل اللي كيعطيها ماداقة رائعة جداً إذا ما كانش متوفر ممكن تستغنوا ليه وتستعملوا فقط كيس سكر منسم بالفانيلا ولكن من الأحسن ندير الفلون كاراميل كيعطيها ماداقة رائعة جداً مستحضر الفلون بنكهات الكاراميل هنا اضفت كاس ديال الكوك أي جوز الهند وكنستمر في الخلط جيداً حتى كينسجموا ليه هاد المكونات من بعد ما نسجم لي هاد الخالة مزيان الآن غنضيف النخالة ديال القمح الكامل اللي موجودة في كل منزل ضروري يكون عندك دقيق القمح ممكن تغرب ليه مزيان وتاخدي النخالة دياله وتخدمي بهم تصابي بهم وهاد الحلوى هادي اللي كتجي من الروع ما يكون وبعد المرات كيكون عندنا نخالة هكا كين اللي غير كيلو حوم علش ما تستغلهم شو تصابوا منهم حلوى دوا ذاتي اللي كتجي رائعة جداً تأكد إذا جربتوا ها غتبلي معتمدة عندكم هنا يضفت الكاس الأول من نخالة الكاس يكون عمر مزيان يعني تضغطوا عليه شوية باش يعمر من بعد ضفت خميرة ديال الحالويات من وزن 8 جرام واحدة وهذا الكاس الثاني ديال النخالة كن بده نضيفو شوية بشوية وانا كنجمع الخالات باليد ديالي حتى كتجمع لي الخالات كي يقول لي عندي خالات مجموح اللي كنكورو هكا كي بدي تكور لينا بالنسبة اللي إذا درتوا حجم البيض كبير ممكن ما يكفي كومش هجوش كيسا تقدرو تزيدو عليهم واحد شوية المهم غتشوفو معايا القوام ديال الخالات كيفاش خاصو يكون وهنايا في المرحلة الأخيرة غنضيف ملعقة كبيرة من الفيرميسيل ديال الشوكولاتة وغننخلطهم مزيان باش كينساج مليا مع الخالات كامل راها السهلة هاد الحلوة هادي ضغية كتوجد تحضرها في وقت تحضير الشاي هكا الضيف الغفلة او للقوتي ديالك اللي شرب الشاي كشي اكتر من رائعة كي ما شفتوا معايا هنا هنخليها وغنمشي نوجد لطاق ديال الفورن ونرجع معاكم هنايا عندي للتزيين عندي كوكاو كونكاسي ممكن تستعمله ممكن تعاوضوه باللوس كونكاسي باي حاجة متوفرة عندكم ممكن ديروها فقط بالكوك او اللب النخلة يعني لكم الاختيار كنا بدا نكور في الكويرات ديالي هكذا بهذا الشكل هادا راها تكون لنا بسرعة كي ما شفتوا معايا وكان حطهم هكذا في هاد الكوكاو هادا حتى غن نساليه الكويرات كاملين من بعد كان بدا نفند لهم الوجه ديالهم فقط في الكوكاو كونكاسي بالنسبة لهاد الخاليات اللي كان كيلتسق لكم في ليدين ديالكم ممكن تحطو حداكم شوية ديال ماء الظهر تقولي وتفزقو يديكم شوية بماء الظهر وتكوروها هكذا باش مايلتسقش لكم في ليدين هكذا باش يتلسق معها الكوكاو كونكاسي انا ما كانش عندي الماء الظهر ذاك شي اللي استغنيت عليه وفي الأحرام الكوكاو ما بغاش يتلسق لي عليها مزيد مهم كان حاول معاها كان ضغط عليه وصافي مهم من الأحسن أنكم تحطو شوية ديال ماء الظهر أحداكم وتدهنو به ديكم وتخدمو بها وتخدموها بهذا الشكل هذا كنت تفندو الوجه فقط اللي بغيتوا تفندوها كاملة في الكوكاو ولكم الاختيار هنا هي فقط كندير غير الوجه وكنحطها في اللاطا اللي نفرشها فيها ورق الزبدة وفي هاد الأثناء الفران راني يسخنت عليه باش يسخن ليه غن ندخلها ان شاء الله غنقس عليها العافية مزيان لأنها ضغيكة طيب ردوا معها لبلف الفران مزيان راه ضغيكة طيب حطوها في التحت يعني العافية جيها من الفوق ديالها بحال كما كان طيبو الغريبات غير كاتتحمر واحد شوية وكاتطلعوها للفوق باش تطيب من التحت ديالها را ما كاتتاخدش وقت وهدي الحلوة ديالي من بعد ما خرجت من الفران مباشرة كما قلت لكم خاصتكم تردوا معها لبل راه النخالة ضغيكة طيب الفران يعني ما تغفلوش عليها باتش ما تخطفش لكم راه دغيكة طيب واملي الله كتخرجوها من الفران كتخلي واحدة كتبرد لانها كتكون نرطبة بزاف ما تقدروش تحيدوها من الورق كتكون بهذا الشكل هذا كتكون محمرة وكتجي صراحة كتدوف الفم دوابان وبالنسبة الكيميا راه كتخرج كيميا اللي هي قليلة اللي بغى كيميا كتيرة ممكن يضعف المقادر وكنت منها تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربة كيجي واحد المضاق اللي رائع جدا غتعجبكم بزاف وغتعجب حتى الوليدات ديالكم إذا عجبكم الفيديو أخواتي ما تبخلوش عليا بتشجيع ديالكم بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة لبقي ما اشتركاتش عندي وكذلك تبارتاجي الفيديو هكا مع الأصدقاء والأحباب ديالكم لكي تعم الفائدة كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة ونخليكم هنايا إلى فيديو قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله